أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم احتفلت البلاد صباح اليوم بساحة الأمة باليوم العالمي للمرأة بحضور السيدة الأولى للبلاد هند دي بي إتنو إلى جانب رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية وعدد كبير من أعضاء الحكومة إضافة إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد مونة سكاية على غرار دول العالم احتفلت البلاد باليوم العالمي للمرأة والأسبوع الوطني للمرأة الشادية دولة 2017 والتي تحت شعار احترام حقوق المرأة والفتيات هو تحدي أمام بلوق أهداف التنمية المستدامة لذا شاركت سيدة البلاد الأولى هند دي بي إتنو بميدان الأمة لترأس فعاليات اليوم العالمي للمرأة الشادية وبحضور رئيس الجمعية الوطنية حارون كابادي ورئيس الوزراء باهمي باداكي ألبير ووزيرة المرأة وهماية الطفولة إلى جانب بعض أعضاء الهكومة وسلك الدبلوماسية ومثلي الهيئات الأممية العاملة بالبلاد هذا وفور وصول سيدة البلاد الأولى هند دي بي إتنو فقد استقبلت من قبل وزيرة المرأة وبعض من المسؤولين بالدولة ثم انطلقت فعاليات الحفل بعروض كبيرة شارك فيها مجموعة من النساء اللاعي عملنا في القطاعات العامة والخاصة وفي مقدمتهن طابور النسوة في الجيش الوطني ثم الشرطة الوطنية ثم جاع بعد ذلك طوابير طويلة من النساء يمثلن قطاعات مختلفة في الدوائر الحكومية والمدنية والبلدية ثم بعد ذلك رفعت إلى السيدة البلاد الأولى هند دي بي إتنو برقية شكر ومساندة قدمتها إهدى الطالبات بكلية الحقوق وعقب ذلك قدمت وزيرة المرأة وهماية الطفولة والتضامن الوطني كادي أليزابيتا كلمة عبرت فيها عن سعادتها المجريات الحفل التي شرفت بهدورها سيدة البلاد الأولى هند دي بي إتنو موضحة أن النساء يشكلن قرابة 52% في مجموعة السكان على مستوى الوطن العمر الذي يدعو إلى ضرورة إشراك المرأة في المواقع اتقاذ القرارات سيدة البلاد الأولى هند دي بي إتنو في كلمتها الافتتاهية شكرة الحذور ومن ثم أكدت بأن هذا اليوم يمثل فرصة حقيقية للمرأة بحيث تستطيع المرأة من خلالها إبراز دورها كالرائدة وقادرة للمشاركة مع الرجل في كافة المجالات التنموية فضلا عن الرعاية الاجتماعية ونشير إلى أنه فقد تقلل الحفل عروض النسائية توالت حسب الترتيب المقرر من التشريفات العامة للحفلة والتي ضم التجمعات المهنية وطالبات المدارس والثانوية والجامعة ترجمة نانسي قنقر